مش ريان مادريد بس لو تكلمنا عن الدورة الإنجليزية عندنا منشاستر ينايتد برضو وضع غريب جدا وناس كتير عليها على ما تستفهم والتهكونات من يمكن أسبوع فاتت أو عشر تيام عمالة هو رونالدو هيكمل رونالدو مش هيكمل يعني برضو الناس متخوفة من ده يعني زي ما تقال كده المركات وحتى بيتقال على محمد صراح هو هيمضي مع ليفر بول ولا هيروح بارسلونا يعني برضو بتشوف الكلام ده ازاي يمكن منشاستر ينايتد وضعه بقى مختلف لان انا بوجهة نظري برضو ان القصة كلها ادارة ادارة منشاستر ينايتد من منذ اعلان فريكسون اعتزاله التدريب وهم في حالة توهان غريبة تتعلق بالادارة الفنية لما بيجيبوا مدرب ممكن الصفقات ما تبقاش مشة مع طريقة المدرب فيمشي المدرب يجي مدرب تاني على مجموعة لعيبة ويمكن وجهة نظري ان الفترة بتاعت فانجال هي اللي كان فيها مشاكل كتير لانه استقدم لعبين وحاول يغير سيستم منشاستر ينايتد بالكامل ولكن الدنيا قفلت جامد جيم ورينيو حاول قدر كسب كام بطولة لكن هم اداريا في مشكلة نادي بيدفع رواتب مهولة بزرعة امكانية طبعه منشاستر ينايتد ما نقدرش نتكلم عنها الشعبية كل حاجة ولكن دي هنا تقدر تقول نايا مشكلة ادارة ادارة النادي مش قادرة تتعامل مع مرحلة ما بعد فريكسون وحنا نتكلم تقريبا سبع سنين او ثمان سنين منشاستر ينايتد في تخبط غريب فقط التزان وفعل طبعا لا لا يعني كمان نتكلم مش يعني ميلان مثلا في فترة من الفترات لما حصلت له المشاكل دي ما كانش بيدفع كم المبالغ اللي بتاعه منشاستر ينايتد او كم السفقات او كم الرواتب لا لكن منشاستر ينايتنا عنده كل الامكانيات ولكن من الواضح ان هي مشكلة ادارة حتى جمهور نفسه لما بيهاجم بيهاجم ملاك النادي ترجمة نانسي قنقر